الزمالك مبارح مباراة تصورنا انه الزمالك داخل يكسبها وهي تقريبا على ارض محايدة يعني انك ما تقدرش يقول لك كمان ان هي خارج ملعب هي على ارض محايدة هي في ليبيا والمريخ بيلعب في ليبيا فاكسب والمنافس اكيد اسهل من الترجي وشباب بلوزداد ففرصة انك تاخد ثلاث نقاط يعوضوك كمان عن ثلاث نقاط اللي خسرتوه مع شباب بلوزداد في الكاهرة ليه الزمالك مبارح ما قدرش يكسب دي سؤال واسع اوة كريم بس يعني هسألك سؤال ليه الزمالك انا اللي احكس للسؤال ليه الزمالك تعال مش يسألوا اللي لا انا عايز اسألك اند السؤال هل لعيبة نادي الزمالك عندها ضراية بالموقف اللي حضرتك قلته اشك بمعنى ان لازم انا كلعيب وانا ببال باستشارة نادي الزمالك يبقى عندي عارف وضع النادي بتاعي عامل ازاي عشان ووضع الجماهير عامل ازاي فبناء عليه ده هيرعكس عليها جوال ملعب طيب هل لعيبة نادي الزمالك كتحسة بالكلام ده اشك باللي احنا شفناه من لعيبة نادي الزمالك في انهاء الهجمات امبارح في اكثر من هجمة يعني احنا النهاردة بنتكلم بنعيب على الاهل ان الاهل مرحش قوي بس الاهل على اقل الجمهور ممكن يستنى شوية او الاهل عنده كريدت بمعنى صح عنده جمهوره اكثر من مناسبة سواء الدوري هو متصدر كسبان الزمالك كسبان السوبر لكن لعبت الزمالك انا اللي عرفه ان حاجة من اللي تعلمناها في الكورة لو انا مش فيها اجري كتير العب السهل لغاية لما انا اجيب مستوية ده كل ده ما بيحصلت انا بكلمك في بيزكسة كريم اللي هي ناشئين اللي هو اول ما يعلموك كورة بتعرف طيب مين اللي بيبقى مميز سيف فاروق جعفر وعبد الشافي وهنيجي في الاخر للعيبة المميزة بس خلينا لأول ليه لان هم بيعملوا حاجات بيزكس جدا في كل واحد في مركزه امبارح نقطة مهمة جدا ان انت عندك تلات محترفين موجودين عند نادي الزمالك اهو اربع وهم بيو اربع محترفين طيب اتنين قاعدين برا سامسون تلاتة متأسف قاعدين برا سامسون ابراهيم انضاي حمز المسلوسي ولاعب واحد هو اللي موجود هو سيف الجزيري وده بيرفلكت نقطة معينة ان الزمالك عنده مشكلة في محترفين هاي هاكمل لك انا بس باعيز الحالات على طول عشان الوقت هيجري مننا حاطر نروح على الحالات نتكلم الاول طيب قبل الحالات نقول شوية ارقام بسرعة كده عشان نجيب يعني انا اسف جمهور الزمالك ما يجيلوش اكتئاب كده مستعرق كده شوية ارقام نعم نستعرق شوية ارقام كده ان اقولها للناس خلينا نتكلم الاول ان الزمالك لعب منذ خسارة النهائي القرن اللعب 14 مباراة فاز في 2 تعادل في 7 خسر 5 سجل 10 استقبل 12 نتزمالك عنده مشكلة في البطولة الافريقية دي اول نقطة زمالك اخر 11 مباراة بحسابات النقط حصد 9 نقاط من 33 نقطة بالنسبة 27% فقط 24 نقطة كاملة خلاص يا جماعة اشيلو دي اه تمام اه اشيلو دي عشان الناس ما يجيلاش اه لأ اشيلو دي عشان الناس ما يجيلاش اه نتائج مباراة الزمالك في 20-23 ده بشكل عام بقى الزمالك لعب 11 فاز 2 تعادل 3 هزيمة 6 سجل 9 واستقبل 15 14 مباراة متتالية للزمالك في دوري المجموعات بدوري ابطال افريقيا كسب 2 بس يا كريم الزمالك عنده مشكلة كبيرة جدا 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 على مستوى دوري ابطال افريقيا والزمالك عنده مشكلة الفترة دي بشكل عام طيب بلاش شوية اكتئاب نروح حتة صغيرة ايجابية اه عايز تروح لجمال الاول طيب ونرجع الاول